أهلا بكم مشاهدين مرة تانية وفقرتنا للوقت هتكون عن آخر تطورات الاقتصاد المصري والبورصة المصرية في الفترة المنقضية عايزين نعرف التطورات موصلانة على الحدفين لأن البورصة ينفي الطالع وينفي النازل ودي سمتها الطبيعية لكن استردنا قد ايه من قيمة اقتصادنا الفترة اللي جاية شكلها عامل ازاي ده هيكون محور حدثنا مع دكتورة بسانت فاهمي الخبيرة المصرفية سبعة ثلاثة سبعة ثلاثة الاول تعليق حضرتك على وفاة البابا شنودة وتأثيرها في اول الاسبوع بالنسبة للاقتصاد ممكن يكون عامل ازاي خصوصا انه البورصة المصرية اول جلسة لها هتكون كمان نص ساعة 35 دقيقة هتبتدي اول جلسات الاسبوع الجديد الخبر ده مبارح بالليل ممكن يؤثر على البرصة المصرية ازاي خصوصا بعد ردود الافعال اللي جات من كل حتة من اول الداخل في مصر حتى الخارجي ممكن واشنطن كمان بعد التعازي الحقيقة طبعا هو فقدان سمحت البابا شنودة خسارة كبيرة قوي المصر كلنا عارفين هذا الكلام وما فيش شك انه كل المصرين حزانة النهاردة وفيه اجراءات انه بتتبع من ناحية الكنيسة ومن ناحية التعازي ومن ناحية الدولة فاعتقد انه قد يكون ده له اثر ان الناس تبقى منشغلة شوية عن البورصة وعن المال عشان نقدر نعدي بس مرحلة الحزن اللي هي مفهول ثلاثة يام الجايين دول فطبعا هو خسارة كبيرة جدا وكان زي ما ناس كتيرة بتصفوا رمانة الميزان وكان رجل عاقل وكان بيساعد على الهدوء الاجتماعي وشوفنا حيك مشاكل كتيرة جدا عندنا بيها في مصر وهو كان له دور فعال فاربنا يرحمه ويرحمنا جميعا وان شاء الله باذن الله نتخطى الازمة اللي احنا فيها دي ونبتدي تاني النظر الى الدولة بشكل اكثر جدية لكن احنا في مرحلة حداد وحسب ما سمعنا ان هناك ثلاثة ايام اجازة للاخوة المسيحيين في مصر وده حقهم الحقيقة عشان يقدروا يروحوا يلقوا النظرة الاخيرة عليه وبعد كده باذن الله نرجع تاني كلنا كمصريين نبص بقل البلب بشكل اكثر ايجابية طيب خلينا نتكلم عن الاسبوع اللي فات والاوضاع الاقتصادية فيه انتهت على ايه والبورصة كان اغفالها عامل ازاي شوف حضرتك مهمة قوي ان احنا نعرف ان احنا بنمر بمرحلة حارجة جدا هي مش مرحلة خطرة هي حارجة بس ملوش لزوم ان احنا نتتبع البورصة يوم بيوم لان زي ما تفضلت حضرتك البورصة هتفضل متزبزبة لغاية منعدي المرحلة اللي احنا فيها دي احنا في مرحلة عدم استقرار وبالتبعية البورصة لازم تبقى في مرحلة عدم استقرار لما نعدي باذن الله المرحلة دي ونخلص بالانتخابات الرئاسية وشوف حديدك موضوع اللاجنة اللي هتكتب الدستور يعني احنا بنكتب تاريخ جديد لمصر فلازم يبقى عندنا شوية صبر صحيح فيه مشاكل داخل كتيرة عفواً وعلى رأسها طبعاً حجم الدين العام انخفاض مستوى الاحتياطي فيه حاجات كتيرة جداً نخفاض مستوى الاحتياطي بشكل خطير بشكل خطير بس يجب قاعدة النظر في السياسة النقطية بحيث ان احنا نشوف وسائل رافع الاحتياطي ما داش نبدأ نبصله كده نوع ملياً خفض واحنا مستسلمين بس اتجاه حكومة دكتور كمالي الجنزوري هو للاقتراض من البنك الدولي وكان فيه مبارح مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء بخصوص باسة صندوق النقد الدولي اللي هتقوم بزيارة لمصر هتبتدي النهاردة لمدة 3 ايام مع المجموعة الوزرية للتشاور حول البرنامج الاقتصادي اللي يؤهل مصر عشان تحصل على قارد خارجي بقيمة 4.7 مليار منها 3.2 من 10 مليار من الصندوق ويمكن صندوق النقد الدولي دايماً ليه شروط في انه يدينا الفلوس ولما سألنا خبراء اقتصاديين قبل كده كان ردهم الرئيسي انه اوكي ده اتجاه خاطئ انه الاتجاه للبنك الدولي لكن في اللحظات الرهينة اللي احنا فيها احنا عندنا مشكلة في السيولة وعندنا مشكلة في العملة الصعبة وبالتالي ده الاتجاه الوحيد اللي قدامنا عشان نقدر نجيب عملة صعبة تغطي احتياجاتنا الفترة القادمة حضرتك شايفة ده ازاي وشايفة زيارة بقسة صندوق النقد الدولي ازاي ومدى صحة هذه الاراق انا عايزة الاول اعلق على جزئية بيحطوا شروط انا مصرفية احنا لما بنيجي نعمل اي عملية اقراض هي دي مش شروط احنا بنيجي نقول للمقترد عشان احنا نحاول نتأكد من انك حتستطيع السداد او حتستطيع ان انت تخرج من الازمة المفروض انك تعمل واحد اتنين تلات اربعة دي ما بتبقاش شروط يعني زي ما ناس كتيرة بتبصي لها تدخل في شؤوننا يعني يمكن لو حضرتك عرضت على المصرفين في مصر نفس قرد السندوق قد يحطوا بالزبط الكلام اللي قاله السندوق لان ده مال انت بتاخده مش بتاخده زكاة ولا منحة انت بتاخده علشان تطوره بعد كده حتتطر ترد فبيبقى عشان تتطر ترد ابتدي اقولك انا من وجهة نظري لازم تعمل واحد اتنين تلاتة فيه ناس بتحطها دي شروط علينا دي مش شروط الحقيقة ده اسلوب لمنح القرد اللي حيساعدنا على الخروج من الازمة اما بالنسبة للاقتراض في الوقت الحالي انا شايفة طبعا ان الحكومة المصرية ما عندهاش الا الاقتراض بالرغم ان انا شخصيا على مستوى الشخصي قلقة جدا من انه الاقتراض بالعملة الاجنبية بيزيد خصوصا مع تحفيض التصنيف الاقتمالي لمصر كذا مرة اه والاحتياطي بيقل يعني هيا الحقيقة جزئية عايزة بس حرص الفايدة هتبقى كبيرة جدا لفترة اللي جاية بالزبط طبعا مش كبيرة جدا بس كبيرة لان ترتيبك جدارة الاقتمالية بتاعتك تخفضت كذا مرة في الفصل اللي فاتت وحجم الدين الداخلي كبير قوي احنا وصلنا فين دلوقتي في التصنيف بتاعنا تماما اعتقد التصنيف الاخراني الاخر مرة كان بيه اعتقد وده دا صنيف متدني الى حد ما ما هو شوحش قوي انما متدني يعني فانا شايفا لانا اعتقد انه من الانسب انه نحاول ان احنا داخليا نطلع نحاول نطلع من الموازنة العامة فلوس اكتر شوية وده بياخدنا لسؤال تاني بما يخص الموازنة العامة والموارد الداخلية الموازنة العامة بتنحز للاغنياء لانه حتى الموازنة اللي فاتت بشادة كل خبراء الاقتصاد انها لم تختلف كثيرا عن الموازنات السابقة في عصر مبارك لم تختلف خالص مش كثيرة بزبط وفي جزئية تانية ان احنا عندنا مصادر داخلية منها مثلا السنة دي الخاصة لماذا لا يتم يعني استغلال هذه الموارد ولماذا لا يتم تعديل الموازنة بحيث انها تخدم الشعب اكتر ما تبقى خادمة للاغنياء وصلا في اطار انه في بنود احيانا بتطلع حتى ما بتستغلش يعني هي بس طلعت كده في الموازنة عشان هي بتقرر كل سنة منها مهرجانات منها حاجات طب ليه ما نعيدش تدوير هذه الاموال بس ما تخدم الدولة الحقيقة انا بميل للرأي ده ان احنا نعيد النظر في الموازنة العامة للدولة ونطلع مصادرنا الداخلية ولما نلاقي ان احنا ما عندناش مصادر داخلية نبقى ساعتها نلجأ الاقتراض لاني بكرر الاقتراض بالعملة الاجنبية في الوقت الحالي مع انخفاضات مستوى الاحتياطي بتاعنا كل شهر عن شهر ممكن لما ييجي سداد نتحط في وضع حارج جدا فانا ما يرى الحقيقة ان احنا نعيد النظر في الموازنة العامة للدولة ونحاول نستخدم كل مصادرنا الداخلية ولما نحس ان هذه المصادر خلاص ما عندناش غيرها نبقى ساعتها نقترد اقتراض خارجي ده رأيي الشخصي الحقيقة طيب هو السؤال ليه ده ما بيحصلش وليه ما بيحصلش فتح للسناديق الخاصة وليه لسه عندنا بعض الحسابات السرية لغاية دلوقتي تخص الرئيس المخلوع يعني ليه في حاجات كده علامات استفهام بلا اجوبة حتى هذه مع ان الحلول فيه ممكن تكون فيها زي ما حضرك بتقول مزبوط خد حقول لحداتك انا اعتقد انه لان الحكومة دي حاسة انها حكومة انتقالية وانه هتحصل انتخابات رئاسية والحكومة هتتغير هتتغير فقد يكون ده ما ترك كله لبعد الانتخابات الرئاسية وانا اعتقد انه هم تركينه لبعد الانتخابات الرئاسية دي وجهة نظر يعني قد اكون مخطئة انما اعتقد ان فتح هذه الموضوعات اساسي ولازم كمان تخفيض في المصروفات ولازم اعادة النظر في السياسة المالية واسلوب الدرائب درائب على الارباح الرأسمالية في البورصة درائب على العقارات مهم جدا اعفي السكن الاساسي حتى لو كنت ساكن انا بكرر في قصر عبدين لكن لازم تاخد درائب على العقارات وعلى الاراضي لازم تاخد من الاغنية وتدي الفقر ما ينفعش كده ولازم نعيد النظر في سياسة الدعم خصوصا دعم البنزين الغالي اللي هو 92 او اعتقد 95 كمان لازم السنديق الخاص زي ما تفضلت حضرتك اللي هي الغاية النهاردة محدش قادر يقول الرقم اللي فيها وكلها كمان ده الارقام كثيرة جدا كلها متنقدة يعني ناس تتكلم على الرقم على انه رصيد الاقفال وكان فيه مسؤول في التريفجن من يومين بيتكلم على انها 150 مليار وده من الجهاز المركزي المحاسبات نوزير المالية يقول لا حاجة و40 مليار بالذات المالية يقول لا حاجة و40 مليار فيه ارقام تقول 35 مليار فيه ارقام تقول 150 مليار فيه ارقام وسطة لألف مليار ما انا هقول لحضرتك ليه الألف دي يعني الناس جابتها منين من اللي داخل واللي خارج يعني حضرتك ممكن تبقى فاتح حساب يخش فيه 100 مليون ويخرجه 90 يبقى فاضل كام عشر فيه ناس بتقول ده فيهم عشرة بس فيه ناس بتقول لا ده دخل مية وتصرفوا هم دول اللي وصلوا إلى أرقام التريليون فما تبصش لرصيد الاقفال فأنا عايزة أقول كلنا مصريين كلنا عايزين نخرج مصر من العصرة وكلنا مش عايزين مصر تمر بمشاكل برضو فيه إجراءات كثيرة يا دكتور برضو يعني منها مثلا الضريبة التصعودية نوما ينفعش كل المصريين يتحسبوا عشرين في المياه دروايب لأنه اللي بيكسب مليارات غير اللي بيكسب 100 جنيه السياسة المالية لازم يعاد النظر فيها وهي ما تخص الدرائب غالبا السياسة النقدية اللي بيتباح البنك المركزي لازم يعاد النظر فيها ففيه حاجات كتيرة بس أنا أعتقد كل ده بإذن الله إيه اللي محتاج البنك المركزي لا السياسة النقدية حادتك مهمة جدا يعني تعايي سياسة نقدية تتناسب بقى مع الظروف اللي احنا فيها دي أنا أعتقد بعد الاندخابات الرئاسية لازم حيكون فيه تغيير كبير قوي فليه التغيير ما بيتمش دلوقتي لإني أعتقد الفترة دايقة وأعتقد إنهم بيحاولوا يفوتوها بقدر الإمكان إنما لو قدرنا حتى في الفترة الدايقة دي إن إحنا نوفر أمن داخلي واستقرار داخلي لإن أنا شايف الحمد لله السياحة بتدتتحرك ودي مطلحظة في كل حتة في مصر لو عملنا الأمن الداخلي وفعلا استقار أول قطاع حنشعر بيه بسرعة هو قطاع السياحة وطبعا الصناعة والتجارة إلى آخره لكن هو قطاع السياحة برضو مرهون على حسب ما سوف يحدث في المستقبل لإنه برضو الاتجاهات يعني الإسلام السياسي في كلام كثير عن مستقبل السياحة هيمشي إزاي ويمكن ده مرتبط أكتر بالرئيس القادم هيكون مهم والله حضرتك أنا هقولك حاجة أنا بشوف دول كتيرة جدا فيها إسلام لكن السياحة مش تغير كويس قوي لأن اللي بيبقوا قائمين على الأمور فاهمين إيه السياحة تمشي إزاي إيه أهميتها بنسبة للبلد عدد الناس اللي بيشتغلوا فيها مش ممكن أن احنا ناخد قرارات نهد البلد ما هو سؤالي فاندم هناخد معاية الفكرة هناخد أنهي وجهة نظر أنهي وجهة نظر إسلامية في التعامل مع السياحة يعني هناخد وجهة نظر مثلا إندونيسيا ولا هناخد وجهة نظر تركيا والوجهتين مختلفتين تماماً بس إندونيسيا سياحة عالية وتركيا سياحة عالية يعني حيث ذكرت مثال ممتاز إندونيسيا من أحسن الأماكن نبص الخليج كله بيروح على إندونيسيا في السياحة والعالم كله وتركيا النوع الآخر وبهردو السياحة ناشطة عندها كل شيء ممكن ينشط بس لكل شيء زباينه هارف إزاي حضرتك زي ما نيجي نقول المستثمرين مستثمرين أنواع فيه ناس تحب تشتغل يعني الصين دورة ديكتاتورية لكن شوف ما شاء الله نكحين قد إيه في دول تانية ديمقراطية ونكحة يا كمان فأي مكان في العالم ممكن ينشط بالظروف اللي هي موجودة فيه بس المهم نبقى عندنا شفافية وإفساح ومحرق للفتاد ولا قيود على الحريات إنه مش هينفع إنه أنا أحجر على الحريات اللي السائح اللي جاي لإنه ببساطة خالص في عندي منافسة حواليها هيسيبني ويروح للي بس برضو الحرية لها حدود بالضبط أكيد لكن إذا أبسوده إنه حدودك لازم تتأكد إنه كل نوع من البلاد وأي بلب من البلاد مدام يبقى فيها محاربة للفساد نقطة الفساد دي هي حدودك طاردة للاستثمار مش جاذبة وأنا دايما نقول قبل الثورة كان فيه فساد فضيع البلب ما كانش فيها تنمية كان فيه نمو طيب أنا سؤالي بس الأخير عشانا وقتنا أخذ السؤالي الأخير عن بما إن حدودك خبيرة مصرفية بالنسبة لأموالنا اللي برة حدودك شايفة إنه الاتجاهات الموجودة دلوقتي لاستردادها صحيحة ولا إحنا محتاجين إجراءات أكثر دقة ولا أكثر تطورا النواحي القانونية بالنسبة للاتجاه المصرفي إنه نقدر نوصل لفلوسنا نقدر نسترد فلوسنا حدودك شايفة الموضوع محتاج قرار سياسي ولا محتاج أنهي قرار من مي تصد إيه حدودك نسترد فلوسنا الأموالنا المهربة خارج مصرفا لا ده موضوع طويل حدرتك ده هاوز نواحي قانونية طويلة وعايز حتنفق كمان عشان تجيب هذا الكلام بس هاك شايفة إنه نحن ماشيين في الاتجاه الصح نحن ماشيين بإذن الله بس هي عمالية مش سهلة لأن برضو العالم عنده أزمة مالية طاحنة مش حيدونا مليارات كده بصدر رحب ببساطة يعني دكتورة بس أنت فهمي الخبيرة المصرفية نورتينها ونتمنى أن يفتبرتناها بقى أحسن مرسي يا فهد مشاهدينا دي كانت نهاية فخرتنا فقراتنا مستمرة في نهارك سعيد لكن بعد الفصل اللي جاي تباون